ميليشيات الحوثي تواصل سداف منازل المواطنين ومواقع القوات المشتركة في الحديدة القوات المشتركة تشن هجوما مباغة على مواقع الميليشيات في الضالع وتكبدها خسائر كبيرة تحرير مواقع جديدة في الصفراء بيسعدة وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار ميليشيات الموت لا تلتفت إلى محاولات السلام ولا تلقي بالا لكل المبادرات التي من شأنها إيقاف الحرب العبثية وإحلال السلام تلك هي جماعة الحوثي التي تعتاش وتنمو على الحروب والفتن وإزهق أرواح الأبرياء في إطار مساعيها لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء أهلا بكم شنت ميليشيات الحوثي قصفا عنيفا بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية وشرق مدينة حيس مصادر عسكرية ميدانية أفادت بأن الميليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق وجنوب الجبلية بقذائف المدفعية المصادر أكدت استخدام الميليشيات معدلة البيكة وسلاح الدوشكا بالإضافة إلى مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة وسلاح القناصة كما استهدفت عناصر الميليشيات في مناطق نائية مواقع القوات المشتركة شرق مدينة حيس وأشرت المصادر إلى قيام الميليشيات بحشد مزيد من القوات والدفع بتعزيزات ضخمة تتضمن مئات العناصر الحوثية إلى مناطق متاخمة للجبلية في إطار تصعيدها المتواصلة ووصلت الميليشيات سلسلة اتهاكاتها وخروقاتها للهدنة الأممية مستهدفة مواقع القوات المشتركة في التحيط المصادر العسكرية أفادت أن الميليشيات استهدفت قرى مأهولة بسكان جنوب غرب المديرية وأقصفت مواقع القوات المشتركة الشمال التحيط بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والصاروخية بشكل مكثف وعنيف وأكدت المصادر رصد حشودي وتعزيزات للميليشيات قادمة من مناطق أخرى صوب التحيط ودفعت الميليشيات بآليات تحمل مسلحين وأسلحة ثقيلة ومتوسطة وعودت ميليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في الحديدة المصدر العسكري أكد أن بقايا جنوب الميليشيات المتمركزة في مناطق نائية استادفت قرى ومزارع في النخيل ووادي الجاح التابعة لمديرية البيت الفقه بالأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون كما قصفت منازل المواطنين وسببت حالة من الهلع والرعب بين الأطفال والنساء مودية إلى تضرر عدد من المنازل يأتي ذلك في طارق خروقات الميليشيات المتوصلة للهدنة التي لم تلتزم بها منذ لحظة التوقيع عليها في السويد قبل أكثر من ثمانية أشهر أسقطت القوات المشتركة الجمعة طائرة استطلاع بدون طيار إيرانية الصنع تابعة للميليشيات الحوثية أثناء تحلقها جنوب شرق مدينة التحيطة وأكد الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن طائرة الاستطلاع الحوثية كانت تحلق في سماء منطقة قضباء التابعة لمديرية الدريهمي عندما تمكنت الدفاعات الجوية في القوات المشتركة من إسقاطها وتعد هذه ثانية طائرة استطلاعية بدون طيار تابعة للميليشيات المدعومة إيرانيا يتم إسقاطها في سماء مديرية الدريهمي خلال ثلاثة أيام وثالثة من نوعها خلال شهر باتت مدينة الخوخة الساحلية جنوب الحديدة ملاذا لأبناء الشعب اليمني من مختلف المحافظات ممن يبحث عن الاستقرار أو فرص عمل بعد أن خلت من ميليشيات الحوثي على ساحل البحر الأحمر تتربع مدينة الخوخة جنوب الحديدة تفتح ذراعيها مجدداً لتصبح قبلة لآلاف اليمنين القادمين من شتى محافظات البلاد يطلبون الأمان في أفياء أجواه الساحرة وأبنائها الطيبين ما عرفت مدينة الخوخة زدحاماً مرورياً قط منذ أن وجدنا فيها هكذا وصفها كبار السن من أبنائها حتى أصبحت أكبر تجمع بشرين في الساحل الغربية وسوق مفتوحين يكتض بمئات المركبات وآلاف البشر من من يتجولون لشراء احتياجاتهم وكانت الخوخة قبل تنفسها عبير الحرية في ديسمبر 2017 من أوائل المدن الفاقدة الحياة يدب فيها الخوف والهلع وتشهد موجات نزوح مستمرة لسكانها الذين ضاق بهم الحال حينما حلت فيها ميليشيات الموت الحوثية وعلى النقيض من وضع الخواء الذي رافق وجود الميليشيات فيها تبدو المدينة اليوم غارقة في زحمة الناس وتضيق شوارعها بالباعة والمتجولين والمركبات في مؤشر يبين كيف أنها باتت تزدخر بالحياة بوجود المحال التجارية ومسالخ اللحوم والدجاج والأسماك وبصدات الخضروات والفواكه والمطاعم والبوفيات والكثير من الخدمات وتمتاز الخوخة بسوقها الشعبي القديم بحوانيتي ذات الطابع التقليدي وأزقة الضيقة المسقوفة بالقشة للوقاية من حرارة الشمس وتتربع وجبة المخلوطة التهامية على قائمة المأكولات على مدار العام يليها خبز الكدر واللحوح والجبن البلدي والسنبوسة والوزف وحلاوة المشبك وهكذا عادت الحياة في المدينة الساحلية مع ارتفاع مستوى الأمان الذي فرضت القوات المشتركة فيها وحالة التسامح التي تسكنها لترحب يوميا بقادمين جدد من مختلف المحافظات وتحتضنهم دون أي تمييز عنصرية وداب المستثمرون على اتخاذ الخوخة أنسب الأماكن السياحية الساحلية للبدء بمشاريع جديدة في ظل الحرب الطاحنة في الضالع استادفت من فعية القوات المشتركة مواقع ميليشيات الحوثي في منطقة الزبيريات غرب قعطبة المصدر الميداني أكد أن القوات المشتركة وجهت ضربات ناجحة طالت تجمعات الميليشيات في التباب المحيطة بتبة القراميد وسلسلة تباب سائلة هجار واستكملت السيطرة على تبة الجعدنة بعد معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات إضافة إلى أسر عدد آخر ادلعت موجهة عنفة بين القوات المشتركة وميليشيات الحوثي في الضالع عقب شن هجوم مباقت من قبل القوات المشتركة على مواقع وتمركز ميليشيات الحوثي في مريس سماد المحافظة أسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات جبهة الضالع نار وشرار على الميليشيات الحوثية فالمواجهات هناك على أشدها بين المقاومة الشعبية والقوات المشتركة التي تكبد ميليشييات الحوثي شتى صنوف العذاب والتنكيل وسط تقدم وسيطرة محكمة على المواقع والثكنات الحوثية من قبل وحدات تابعة للقوات المشتركة القوات المشتركة شنت هجوما على مواقع وتمركز ميليشيات الحوثي في منطقة مريس شمال المحافظة التي تستهدف منها قرى وتجمعات المدنيين العزل في المناطق المحررة وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات بالإضافة إلى تكبيدهم خسائر مادية كبيرة واختنام الكثير من الأصلحة التي سبق للميليشيا وأنهبتها من المعسكرات مسبقا في قفلة شخب وباب غلق وأطراف حبيل شمال غرب قعطبة اندلعت معارك عنيفة بشتى أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة منهيت على إثر ذلك الميليشيات بخسارة فادحة في العدة والعتاد كما دمرت تحصيناتها وثكناتها التي كانت تسيسر عليها وتتخذ منها أماكن لاستهداف وتدمير منازل المواطنين جبهة حجر شهدت قصفا مدفعيا مركزا من قبل القوات المشتركة على ثكنات الميليشيات في مناطق عويش وباجة أصابها بالخوف والهلع ما دفعها للانسحاب من تلك المواقع إلى أماكن أخرى لتقوم بالرد المكثف على قرى المواطنين بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة عيار 23 و14 ونص لتدمر بذلك عددا من المنازل الخاصة بالمواطنين العديد من الأطقم الخاصة بالحوثيين وصلت إلى معسكر الاستقبال الواقع بجانب مزارع الرزاقي أمام منطقة الأحرم شمال مدينة دمت وقلامتها العشرات من الأطفال من أبناء المنطقة الذين يدرسون في المراكز الصيفية للحوثيين بمديريات ياريم ودمت والرضمة للزج بهم للقتال بجبهة مريس شمال الضالع لا تزال المعارك في الضالع مستمرة لتطهير المحافظة من الحوثي الذي عاهث فيها فسادا وتدمير في ظل عزم لا متناهن من قبل أبنائها للخلاص من الميليشيات ورفع راية الجمهورية على جبالها الشامخة بشموخ أبنائها ورجالها ومعي عبر الهاتف عبدالسلام المنصوب قيادي في جبهة مريس مرحبا بك عبدالسلام هل لا أطلعتنا على جديد ما يجري في الضالع أصعد الله وسأكم أنت والأخوة المشاهدون في جبهة شمال الضالع وبالخصوص مريس هناك معارك متقطعة ولكن الأهم من هذا أن ميليشيات الحوثي تحشد حشود كثيرة ورغم ما تتكبد به من خسائر إلا أنها لجأت إلى الأطفال لجأت إلى طلاب المراكز الصيفية والآن تمتلئ مدير الدم في قرى الحرم وفي مراكز وجودها في مدير الدم من دار القرآن ومن دار الحسن ومن المعحدة الفني ممتلئة بالأطفال الذين كانوا يدرسون في المراكز الصيفية لتزج بهم في القتال في جبهة مريس والآن على مرور خمس سنوات جبل ناصة الذي تسيطر عليه الميليشيات والذي لم تتجرى منذ خمس سنين على أن تصعد إليه أسلحة ثقيلة قبل يومين تصعد هناك دبابة لميليشيات الحوثي على جبل ناصة واليوم شيول جفرة لتصليح الطرق وزرع الموانع أمام آل الدبابة وهذا يشكل خطر كبير على المناطق المحررة على مريس وربما على الضالع لأن جبل ناصة موقع استراتيجي هام والآن نحن نناشد عبر قناتكم الحرة نناشد عبر منبركم الحر نناشد التحالف لأن جبل ناصة هو من بنوك الجو الذي نعطيها للتحالف أن يلبي لأن وجود أسلحة مثل الدبابة وغيرها من الترسانة الذي ستوجد في ناصة ستهدد كل المناطق الحرة أو المحررة من مريس من قعطبة من الضالع من حجر فهنا نناشد التحالف الأخوة في التحالف أن يلبوا بالطيران لأن ناصة بنك طيران لأنه مرتفع وجبل استراتيجي هام فلم تتجرى ميليشيات الحوتي أن تضع الأسلحة خوفا من طيرانها فما الذي جعل في هذا اليومين إذن الحل لنا أيها الأحباب أيها التحالف أيها الشرعية أيها القوات المشتركة توحيد الصفوف أمام هذه الميليشيات والجزانية التي تحشد بحشود بربرية على جبهة مريس ستفاجئنا في العيد ستفاجئنا في عطلة العيد فهنا يجب أن نقص طفا واحد لدحر هذه الميليشيات وتحرير كل المناطق لا أمان لنا حتى نستأصل من جذورها بأفكارها ومعتقداتها وإلا فهي خطر على المدن فهي خطر على اليمن فهي خطر على ثقافتنا فهي خطر على كل عاداتنا وتقاليدنا خطر على إنسانيتنا أشكرك جزيلا الشكر عبدالسلام المنصوب قيادي في جبهة مريس كنت معي عبر الهاتف على كل هذه الإضاحات حلرت القوات الحكومية مرتفعات استراتيجية في مديرية الصفراء في محافظة صعدة بعد معارك عنيفة كبلت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد تواصل القوات الحكومية تقدمها في محافظة صعدة في أكثر من جبهة وسط تكقر عناصر الميليشيات الحوثية وانهيار صفوفها مديرية الصفراء عنقت أبطال الجمهورية الذين تمكنوا من تحرير مواقع استراتيجية من قبضة الميليشيات الكهنوتية بعد هجوم عنيف باغتت به عناصر الميليشيات لتدور معارك عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة القوات الحكومية اقتحمت تحصينة الميليشيات وثكناتها التي كانت تتمركز فيها لتتمكن من تحرير مرتفعات جبال الدخاس والخضاض بمديرية الصفراء بعد معارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين واستعادت كمية كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة التي نهبتها الميليشيات من معسكرات الدولة تقدم القوات الحكومية في مديرة الصفراء مستمر ويضاف الانتصار الجديد إلى النجاح الذي تحقق قبل أيام بتحرير سلسلة باب مكحلات وتبة راكان وجبل نواف الاستراتيجي في اتجاه وادي الأشر الانتصارات الجديدة تسهم في تضييق الخناق على الميليشيات في محافظة صعدة خاصة بعد تأمين مثلث باقم وجز الصفراء وقطع خطوط الإمداد للميليشيات وعزل عناصر الحوثيين في منطقة نقعة بمديرية الصفراء تمضي ميليشيات الحوثي في تحويل مقدرات وزارة الشباب والرياضة إلى يقطاعية خاصة بمشرفيها وتسطو على ما تبقى من موارد صندوق النشأ الحوثنة سرطان استشرى في كل مفاصل الدولة وطال كل القطاعات الحكومية خصوصا قطاع الشباب والرياضة حيث وصل عبث المعين من قبل الميليشيات حسن زيد حد تعيين كثير من أفراد عائلته في وظائف هامة بالوزارة منها تثبيت نجله أحمد في منصب السكرتير الخاص به مصادر مطلعات في وزارة الشباب والرياضة أكدت أن حسن زيد استغل منصبه للعبث بموارد صندوق النشأ وشباب وتوزيعها على المقربين منه وثيقة سقطت مؤخرا في أيدي الكثير من الصحف ووسائل الإعلام تأتي في سياق تحويل حسن زيد الوزارة إلى إقطاعية خاصة أظهرت صرف أكثر من سبعمائة ألف ريال يمني لنجله على هيئة أجور ومكافآت خلال خمسة أشهر فقط في حين كان رد زيد على المطالبين بمستحقاتهم نابيا الامتياز هذا لم يكن الأول ولن يكون الأخير فقد قام الداعي إلى اقتحام المؤسسات الحكومية إبان فوضى ألفين وأحد عشر قام بإقصاء الكثير من المتعقدين في الوزارة وصندوق النشأ بعد أكثر من خمسة عشر عاما وهم يتابعون تثبيتهم بدرجات وظيفية في الوزارة إلى أن جاء حسن زيد وسرق أحلامهم وحولها في غمضة عين بمراسلات منه لمصلحة بعض أقاربه بالإضافة إلى ذلك قام القياد الحوثي بتغيير ستة وقلاء لقطاعي الشباب والرياضة خلال أربعة أشهر فقط بهدف تمكين أصدقائه وجماعته من السيطرة على مفاصل الوزارة بالإضافة إلى تجيير مقدرات صندوق النشأ في مصلحة الفعاليات الطائفية كيوم الشهيد والصرخاء وغيرها من المسميات بالإضافة إلى تسخيرها فيما يسمى بالمجهود الحربي شريحة الشباب التي تتجاوز ستين بالمئة من المجتمع اليمني باتت تعيش واقعا بائسا جراء تسلط الميليشيات الحوثية على مقدراتها وتسخيرها لمصلحة مشروعها التدميري الذي طال مناحي الحياة كافة أجبرت ميليشيات الحوثي عدد من المعلمات في العاصمة الصنعاء على حضور دوراتها الطائفية المصادر التربوية كشفت عن قيام الميليشيات بإجبار المعلمات على حضور دورات طائفية تحت مسمى الدورات الثقافية وأكدت عدد من المعلمات أنهن تلقينا دعوات رسمية على شكل مجموعات في صنعاء للحضور والمشاركة في دوراتها التي تسميها ثقافية غير أنهن تفاجئنا بمحتوى تلك الدورات وأكدنا أنها تشمل دروسا وبرامجا ومحاضرات وخطبا طائفية وتحريضية والاستماع لخطب ومحاضرات زعيم الميليشيات التي حملت في مضامينها جميع أساليب التحريض على العنف والاقتتال والطائفية والسلالية لا تزال ناقلة النفط صافر تمثل تهديدا للبيئة البحرية وقنبلة موقوتة سيمتد أثرها لألاف الكيلومترات فيما ميليشيات الحوثي تستثمر ذلك للتربح والكسب المادي غير مبالية بالنتائج الكارثية لعدم السماح بفحص ناقلة للسماح بأخذ نظرة ومعينة وإن قد ناقلة صافر القنبلة العائمة ما عليك إلا دفع ثمانين مليون دولار للميليشيات الحوثية هذا ما كشفت عنه صحيفة واشنطن بيكون الأمريكية فدية إلزامية وأسلوب ابتزاز ولا مبالاة تنتهج الميليشيات الحوثية فعلى الرغم من هذه التداعيات الكارثية يستمر الحوثيون في منع الخبراء من الوصول إلى الناقلة صافر ناقلة نفطية متهالكة تحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام يمكن أن تنفجر قبال تسواحل اليمن في أي لحظة وتتسبب في واحدة من أكبر تسريبات نفطية في العالم فالمبلغ الذي طلبه الحوثيون ضئيل مقارنة بالتكاليف التي قد تنتج عن تسرب النفط بمليون برميل في البحر لن يقتصر مداه على البحر الأحمر فحسب خبراء في مجلس المحيط الأطلسي حذروا من أن خطر الانفجار المميت والانسكاب النفطي يزاد كل يوم وستكون التداعيات البيئية مدمرة ففي حالة وقوع كارثة قد يكون الضرر أسوأ أربع مرات من انفجار أكسونفالديز النفطي كما يمكن أن تدمر واحدة من أكثر الشعاب المرجانيات شهرة في العالم قضية إنسانية أكثر إلحاحا تنطوي على تداعيات وخيمة على الأمن الإقليمي هي التأثير الذي قد يحدثه تسرب النفطي كبير على البنية التحتية الأكثر أهمية المحيطة بالبحر الأحمر والمتمثلة في محطة تحلية المياه الساحلية في المنطقة الحوثيون رفضوا السماح بزيارة السفينة الرأسية صافر على بعد عدة كيلومترات خارج ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر شمال الحديدة ما يجعل منها قنبلة عائمة تهدد المياه الإقليمية وبئة البحر الأحمر لكن جماعة الموت هذه لا تكترث بنتائج الكارثة وتلهث فقط وراء الربح والكسب المادي مهما كان الثمن في نشرتنا أيضا ميليشيات الحوثي تواصل التضييق على الصحفيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها موسيقى خرجوا عيالنا عيالنا محرومي من الشمس عيالنا مريضي باعد بشيء من الشمس وضربني ضربا مكحة يعني ضربا همجين ضربا بالبنادق وبالكيبلات وبالرقبة وفي البقون وفي الرفلين وفي جميع أنحاء الهسوى يعدوني تعذيب حوالي نصف ساعة حتى أنه رغمي عليهم فقاموا بربطي على كرسي حديثي وذلك الكرسي الحديثي الحسان لذلك تمون كارباء مباشرة من الفيش مباشرة على الكرسي سبب لي من الأيام العول الشلل الطرفية الارتفاعي في الجانب الأيسر قاموا بربط هذه الجهة اليد اليسراء والنفخة الأيسر اليد اليسراء كل اللوحده على الكرسي وشدوني على شكل حالة دي فمكثت على هذه الحالة 8 أيام بلاياليها طبعا لا دورتنيها يعني إكمالي 8 أكل أفا محروم من الشمس دخلوني وانهالوا عليها بالضرب دخلوا لي للذنذانة يعني ضربوني ضرب مبرح أخالوني وكتبوني وضربوني ضربا مبجحا يعني ضربا مرحبا بكم مجليد دشانا مركز الطبي في حيس حملة توعوية في طريق مكافحة الحمويات والإسالات والأمراض المعودية التي انتشرت بكثرة في المنطقة تحت عنوان التوعية الصحية والتثقيف خير من العلاج دشنا الكادر الطبي بمستشفى حيس حملة توعية صحية استهدفت الحملة السكان المقيمين في مركز المديرية حيث انتشرت مؤخرا الحميات والإسهالات بكثرة وأدت إلى وفاة عدد من الحالات بينهم أربعة أطفال ما حدا بالعاملين في هذا المستشفى إلى تنظيم هذه الحملة الطوعية بهدف التوعية بأهمية النظافة وغصر الأيدي للحد والوقاية من الأمراض خاصة المعدية نستقبل في اليوم ما يزيد عن 250 إلى 350 حالة على قطرتين صباح ومساء وهناك حالات مرضية كثيرة متشر هذه الأيام لدينا مستقبل هذه الحالات على هذه القطرتين والحالات التي تنتشر هذه الأيام هي حميات شديدة خاصة بين الأطفال نتمنى إن شاء الله بهذه القهود البسيطة والمتواضعة أن نكون نوصل رسالة هادفة للمجتمع وأبناء المدينة بحيث أن نتلاشى أو نحد من انتشار هذه الأوباء والأمراض بالإضافة إلى الحد من وجود وفيات داخل المدينة نتمنى أن نحصل على دعم من قهات أخرى من مرضمات سواكات محلية أو مرضمات دولية وذلك للتعاون مع مستشفى حيث الريفي ودعم حالات الأمراض الموجودة عندنا بوجود أدوية ودعم الكادر الطبي الموجود عندنا وذلك للرفع من المستوى الصحي داخل المدينة لقد قام القادر الطبي والتمريضي بمجرية حيث بمشتشفى حيث بحملة تثقيفية وصحية حول الأمراض المتشرة بمجرية حيث ومن أهمها الإسهالات والحميات المتشرة بشكل فضيء بمجرية حيث ومما نعانيه نحن أبناء المديرية من وفاة عدة أطفال وعدة حالات كبار بسبب الإسهالات الحادة والمتشرة في المديرية المشاركون في الحملة التثقيفية والتوعوية قاموا بالنزول الميداني من منزل إلى منزل وسط المدينة التي تشهد تراكما للنفايات والمخلفات منذ سنوات سيطرة الميليشيات الحوثية عليها وبعد دحرها منها قامت بحصارها وقطع إمدادات الماء عنها وتواصل إمطارها بالقذائف ونيران الرشاشة دون توقف لتفاق من معاناة سكان هذه المدينة النازفة بعد بيارة الأخصي بعد محافظة بديد إلينا في أسبوع الماضي وحقيقة مشكور على هذه الزيارة توافت علينا أن تتجهات مانئة حاول استجابة الانداء التي قدمنا حول شأن هذه المدينة فتوفرت لدينا الآن العلاقات نابأ سببها من أخوة النلال الأحمر الإماراتي ومشكورين على ذلك وهذه السلام الكثيرا في تحقيق معاناة الناس لم نجد العمل إلا من عبر منظمات وقمعيات قليلة فالشكر لهم الجزيل ويعود بعد الله عز وقل الهلال الأحمر الإماراتي الذي دعم واستقابل النداء الإنساني الذي قدمناه في أكثر من موقع وأكثر من تواصل اجتماعي فلهم كل الشكر وبعض القمعيات وبعض الشخصيات الاجتماعية لا نريد ذكرهم والشكر للكادر الذي اليوم قام بفعالية وصف لهم بالشكر الجزيل بالخلال التوعية ضد الحمى والنظافة الشخصية نشكر فريق الطبي بقيامه بتعريف الحميات والفنائل من الإسهالات لأن الإسهالات منتشر عندنا كثير وخفصا لأن البيئة أصبح ملوسة القمائم وكذلك الباروت والهاونات لأن المنطقة تصبح مغورة فعلا محتاجة لمساعدة الأسياء تراكم النفايات والمخلفات والصرف الصحي خصوصا ونحن في موسم الأمطار باتت تشكل مصدرا للخطر الحقيقي على الصحة العامة والبيئة وتهدد سكان هذه المدينة الذين يعانون أصلا في مستوى الصحة والخدمات الصحية والإسعافية والعلاجية وفي ظل الحصار والقصف والطول المسافة وصعوبة الطريق والتنقل خلالها نشكر مستشفى حيس الميداني بمبادرة العلاق والأدوية التي أقوم في السبعة وبمساعدة الناس وتوعية الناس وإرشادهم إلى الطريقة الصحيحة للإسهال والحمة والمحاملة للأطفال كيف طريقة الاستخدام العلاق مع الأطفال نشكر مدير مكتب الصحة في مديرية الدكتور محمد طالب عمنا ومدير المستشفى في مديرية الدكتور وعلى الصالح لرعاية هذه المبادرة الشبابية التطوعية وتوعية الناس بالجانب الصحي انتشار الحميات الخطيرة والإسهالات وحالات الوفاء المتزايدة بحم الضنك والإصابات المنتشرة بالملاريا والكليرة يمكنها أن تصبح أسوأ بكثير في الأضرار والمضاعفات إذا لم تتدخل الجهات المختصة والمنظمات بتعجيل الحلول لوضع حد لها فكافة المبادرات والمساهمات وإن كانت جيدة ومطلوبة إلا أنها لا تقني في الأساس عن التدخل الفوري والعاجل لمنظمات العمل الإنساني والإقاثي وعودة المكاتب المحلية والتنفيذية وانتظام عملها من مدينة حيس شرف الشمر اليمن اليوم اختطفت ميليشيات الحوثي المدير العام التنفيذي لبنك اليمن الدولي واثنين من كبار موظفي البنك مصادر مصرفية أكدت أن ميليشيات الحوثي اختطفت أحمد ثابت العبسي مدير عام بنك اليمن الدولي ومدير إدارة قنوات التوصيل في البنك زهير فاضل ومدير إدارة نظم المعلومات النجم الشهاري واقتالتهم إلى جهة مجهولة المصدر أشار إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار انتهاكات ميليشيات الحوثي بحق القطاع الخاص ورؤوس الأموال في العاصمة صنعاء وبقية المحافظة الخضيعة لسيطرتها تواصل ميليشيات الحوثي التضييق على الصحفيين وقمع الحريات في المناطق الخضيعة لسيطرتها في إطار تكميم الأفواه والتغطية على جرائمها وانتهاكاتها وتزييف الرأي العام قمع للحريات وتكميم للأفواه أساليب ترهيب انتهجتها ميليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها بحق الصحفيين والإعلاميين سعيا منها لتكميم أفواههم ومنعهم من نقل حقيقة ما يجري في تلك المناطق مع استمرار تضليل أعلام الميليشيات للرأي العام العالمي عن حقيقة ما يجري في صنعاء وبقية المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها السبت الماضي اختطفت ميليشيات الحوثي الصحفي عبد الحافظ الصمدي من منزله في صنعاء بعدما حضر مسلحون ملثمون بلباس مدني على مثل باص وسيارة هيلوكس بدون أرقام وتوق المكان قبل اختطاف الصحفي الصمدي الميليشيات الحوثية من خلال سعيها إلى تقييد الحريات تجبر مراسلية الوكالات والقنوات التلفزيونية الأجنبية المتبقية في العاصمة المختطفة صنعاء على التنسيق المسبق مع ما يسمى الهيئة الإعلامية تابعة للميليشيات قبل إرسال تقاريرهم وأخبارهم الصحفية الأمر الذي أصاب الصحفيين بعدم القدرة على التحرك بحرية في تلك المناطق القضاء الخاضع لسيطرة الميليشيات بات سلاح فتاك بيدها تمارس الترهيب من خلاله ضد الصحفيين وأصحاب الرأي العام وتلفيق التهم الكيدية لهم بهدف إسكاة الأصوات المعارضة لممارساتها القمعية وقد يؤدي إلى كشف انتهاكاتها بحق المدنيين نقابة الصحفيين اليمنيين رصدت أكثر من ستين حالة انتهاك خلال الأشهر الستة الماضية تنوعت بين القتل والاعتداء والتهديد والمصادرة والتعذيب والشروع في القتل وكذا حجب مواقع إخبارية ومصادرة مقتنيات الصحفيين وممتلكاتهم ومحاكمتهم وترويعهم وطبقا لتقرير النقابة فإنه لا يزال هناك 13 صحفيا مختطفا لدى ميليشيا الحوثي أغلبهم منذ العام 2015 يعيشون ظروف اختطاف قاسية أصبحت الصحافة في صنع في زمن الميليشية تعيش أسوأ مرحلة وبات الصحفيون في صنع مخيرين بين اتباع نهج جماعة الحوثي أو أنه يصبح هدفا للقتل والاعتقال والتجريد أساليب خوثية عرفت بها جماعة الحوثي وتميزت بها نبقى الآن مع الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة وتتركز على شأن المحلية حيث شهدت أسواق المواشي في مختلف محافظة الجمهور ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الأضاحي قبيل حلول عيد الأضحى المبارك ما قد يؤدي لعجز المواطنين وعزوفهم عن شراء الأضحية والحصول عليها وقال مواطنون نسأل الكبش الأضحية ووصل إلى نحو مائة ألف ريال ويشكو المواطنون وذو الدخل المحدود من ارتفاع أسعار أضاحي العيد ليضعف الارتفاع غير مسبوق لأسعار الملابس والأضاحية مأساتهم وصد حالة الانهيار التي يشهدها الريال اليمنية والارتفاع المتصاعد لأسعار المواد الغذائية وكافة المستزمات الأخرى أكد الرئيس التنفيذي البنك التسليف التعاوني والزراعي كاك بنك حرصه الدائم على تعزيز وحدة العمل المصرفي بالبنك وتعزيز مكانة الوطنية في صدارة السوق المصرفية واشدد على ضرورة تكاتف الجميع وتحليم بروح الوطنية والمسؤولية المشتركة في الحفاظ على هيكلية العمل المؤسسية والاهتمام بالكادر المصرفي للبنك وتنمية موارده الوطنية المختلفة للحفاظ على مكانة الاقتصادية الرائدة على مستوى كل البنوك العاملة في اليمن أعلن شركة الغاز بمحافظة ماري برفع تسعير تسطوانة الغاز المنزلي من 1500 ريال إلى 1200 ريال وكشفت وثيقة الزيادة الصادرة عن منشأة تعبئة الغاز بماريب إلى سلوضات المحلية والعسكرية أن نسبة الزيادة تصل إلى 47% عن السعر السابق وحددت الشركة السعر للوكلاء بـ 1900 ريال وتنتج محافظة ماري بنحو 1800 طن من الغاز المنزلي يتم توزيعه على جميع المحافظات قرر شركة السبافون نقل مركز الرئيسي وكافة عملياتها من صنعاء إلى محافظة عدن في أقرب فرصة ممكنة يأتي ذلك بعد اقتحام ميليشاة الحوثي الأربعاء الماضي ما قرر شركة بصنعاء وفرض مديرين على معينين من قبلها ودعت الشركة الحكوم والمجتمع الدولي لاتخاذ كل ما يلزم للحد وتخفيف من معاناة المواطنين المستفيدين من خدمات الاتصالات نتيجة لهذه الممارسات التعسفية وغير القانونية وصلت إلى ميناء المكلة الناقلة كاسبر التي تحمل على متنية 8000 طن متر من المازوت لتزويد محطات الكهرباء فيها وكذلك ناقلة المازوت لؤلؤت كريتر بحمولة 3447 طن متر قادمة من مصاف عدن يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت في حالة السقط الشعبي بمدير ساحل حضر موت جراء الانقضاعات المتكررة للتيار الكهرباء لساعات طويلة وشهدت مدن المكلة والشحر وغير البوزير حركات احتجاجية وقطع الطلقات العامة للمطالبة بتحسين مستوى الخدمات وفي مقدمتها خدمة الكهرباء في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وأخيرا أعلنت شركة مصاف عدن ضخى 3000 طن متر من البنزين إلى خزانة منشأة شركة النفط عدن في البوريقة حيث تقوم الشركة بتسويقها بحسب البرنامج المعد من قبلها هذا وتعيش مدينة عدن وضواحية أزمة حادة في مادة البنزين نتيجة الخلافات الحاصلة بين شركتين النفط ومصاف عدن تتسابق عشرات المنظمات في المشاعر المقدسة لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن يتدافع الآلاف من المتطوعين إلى المشاعر المقدسة لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن حيث يشارك أكثر من 1600 متطوع متطوع من الهلال الأحمر السعودي في أعمال الحج لهذا العام وللإسهام في تقديم الخدمات الإصعافات والتوعية لحج جبيت الله الحرام بينهم 752 متطوعا و 848 متطوع في مكة المكرمة والمدينة المنورة في بكة المكرمة يشارك أكثر من 395 متطوعا و 155 متطوع في العمليات الميدانية مع الفرق الإصعافية في نطاقات الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة حيث خصصت الهيئة 120 متطوعا متطوعا في المسجد الحرام و 80 متطوعا في ميناء و 35 متطوعا في عرفات و 55 متطوعا في مزدلفة أما في منطقة المدينة المنورة فيشارك أكثر من 1050 متطوعا ومتطوعا في نطاقات المدينة المنورة والطرق المؤدية إليها والمسجد النبوي الشريف بينهم 357 متطوعا و 700 متطوعا للإسهام في العمليات الإصعافية وتوعية الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية وتمرس الفرق التطوعية لهيئة الهلال الأحمر السعودي دورا إنسانيا كبيرا في العناية بضيوف الرحمن خلال موسم الحجة سواء على مستوى المشاركة في العمليات الإصعافية الميدانية مع الفرق الطبية أو على مستوى الحملات التوعية والإرشادية التي استهدفت الحجاج في كل المنافذ البحرية والجوية للمملكة وكذلك الأسواق والمراكز التجارية داخل العاصمة المقدسة لبيك الله لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ختام النشرة تذكير بعناوينها ميليشيات الحوثي تواصل سهداف منازل المواطنين ومواقع القوات المشتركة في الحديدة القوات المشتركة تشن هجوما مباغة على مواقع الميليشيات في الضالع وتكبدها خسائر كبيرة تحرير مواقع جديدة في الصفراء في صعدة وسقوط قتلى وجرحى من الميليشيات شكرا لكم على حسن الإصلاة والسلام عليكم اشتركوا في القناة